هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو حلقة جديدة من عين على عمان نرحب بكم أنا أحمد الكندي وهذه أهم عناوين هذا الأسبوع ثلاثة عشر مشروعا جديدا أعلن جهاز الاستثمار العماني عن افتتاحها هذا العام بقيمة استثمارية تناهز الثلاثة مليارات ونصف المليار ريال عماني وهذا الأسبوع شهد الإعلان عن أفضل الشركات العمانية أداءا للعام 2021 في بورصة مسقط والسلطنة تطلق برنامجا وطنيا للاقتصاد الرقمي بينما بورصة مسقط تنهي شهر نوفمبر على تراجع ومواضي أخرى نتابعها سويا في عين على عمان بعد باقة إخبارية عززت جهاز الاستثمار العماني من استثماراته الدولية بدخوله في عشرين استثمارا جديدا بقطاعات متنوعة من أبرزها التعدين واللوجستيات والرعاية الصحية وتقنيات الفضاء لرفض محفظته الاستثمارية التي تتوزع على ست وثلاثين دولة وعلن جهاز الاستثمار العماني عن استحواذه على حصة في شركة سبيس أكس المتخصصة في تقنيات الفضاء والاتصالات المعتمدة على الأقمار الصناعية أطلقت الأمانة العامة للمناقصات خدمة الضمانات المصرفية الإلكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي العماني وجمعية المصارف العمانية وستة عشر مصرفا محليا وبدأ تطبيق الضمان المصرفي الإلكتروني على جميع الجهات الحكومية المطبقة لنظام إسناد بهدف تحسين جودة العمل ورفع كفاءة التناقص والمشتريات الحكومية ارتفع جمالي انتاج سلطنة عمان من الكهرباء بنسبة ثمانية بالمئة ليبلغ بنهاية شهر سبتمبر 2021 نحو 32 ألف جيجا واط في الساعة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 والبالغ 30 ألف جيجا واط في الساعة كما ارتفع انتاج المياه إلى 362 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 2% وفق البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أهلا بكم 13 مشروعا جديدا في قطاعات مختلفة أعلن جهاز الاستثمار العماني عن افتتاحها هذا العام بقيمة استثمارية تناهز الثلاثة مليارات ونصف المليار ريال في إشارة لعودة التعافي للاقتصاد العماني بعد جائحة كورونا بقيمة استثمارية تناهز الثلاثة مليارات ونصف المليار ريال أعلن جهاز الاستثمار العماني افتتاحها 13 مشروعا متوزعا لمختلف القطاعات وهي تجسد خطة استراتيجية تتوائم مع الرؤية المستقبلية لسلطنة عمان حتى العام 2040 للتنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص هذا شيء إيجابي أنا أعتبر أنه يجب أن القطاع الخاص نحن نعول عليه مستقبلا على أن يتحمل المسؤولية وهذه خطوة إيجابية لشراك القطاع الخاص في استثمارات العامة مع الدولة فأعتقد أن الاستثمارات اللي يعني أنتم آخران هي استثمارات جوهرية ومهمة جدا ولها مستقبل وأتمنى أيضا يتم توسع في الاستثمارات في قطاعات أخرى ففي قطاعي الصناعات التحويلية والطاقة يأتي مجمع لوى للصناعات البلاستيكية في مقدمة المشاريع بقيمة تتجاوز الستة مليارات ريال وفي صلالة نفذت السلطنة مشروع الغاز البترولي المسال لتحقيق قيمة مضافة من الغاز العماني وقد نجح فريق المشروع في إنتاج وتصدير ثلاث شحنات تجاريا حتى الآن من البروبان والبيوتان والمكثفات وفي مجال الطاقة تبرز مشاريع محطة عبري للطاقة الشمسية ومشروع فحم الكوك البترولي في المنطقة الحرة بصحار بقدرة 500 ألف طن سنويا و24 ميجا واط من الكهرباء كمنتج ثانوي تنتج محطة عبري للطاقة الشمسية في حدود 500 ميجا واط وتغذي في حدود 50 ألف منزل تقريبا وكذلك تخفض من بعثات ثاني أكسيد الكربون باعتبار أنها من مصادر متجددة والخطة الحالية الشركة تعمل على تطوير مشاريع أخرى في الطاقة الشمسية عندنا مشروع منح واحد ومنح ثاني للطاقة المتجددة للطاقة الشمسية وتبلغ ساعة كل مشروع منهم 500 ميجا واط وكذلك تقوم الشركة عند خطة لتوطي المشاريع أخرى في مناطق مختلفة من السلطنة من ضمنها محافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى في ولاية الدقم ومحافظة الظفار أما بالأمن الغذائي فهناك العديد من المشاريع منها مشروع المروج للألبان الأول من نوعه الذي يستهدف مربي الإبل والأبقار ومشروع البشائر المتكامل والمختص في تربية الماشية لإنتاج اللحوم ومشروع استزراع الربيان بطاقة إنتاجية تصل لحوالي 4500 طن سنويا هو الحقيقة نلاحظ تحرك مشترك من قبل المؤسسات أو الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص للعمل في هذا القطاع ونجد أيضا هناك تحرك في وزارة الزراع والثروة السمكية في اتجاه العمل في قطاعي الزراع والثروة السمكية وأيضا البحث عن حلول مبتكرة لبعض الإشكالات التي نواجهها مثلا في إنتاج الأعلاف أو مثلا إنتاج أغذية للأسماك وغيرها وفي القطاع اللوجستي افتتح ميناء خزائن البري كحلقة وصل بين الموانئ البحرية والحدود البرية والجوية والمناطق الاقتصادية وفي قطاع التعدين يبرز مشروع شركة أحجار للتعدين في ولاية لوة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج الجابرو بنحو 5 أطنان مترية سنويا وبعمر افتراضي للمنجم يقدر بنحو 50 عام وفي الدقم بدأ مصنع كروة للحافلات في إنتاج ثلاثة أنواع من الحافلات بالمواصفات القياسية الخليجية كأحد الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص وفي القطاع الصحي شغل جهاز الاستثمار العماني مع الشركاء هذا العام مستشفى عمان الدولي وفي قطاع السياحة افتتح منتج عنسيم دوست 2 في الجبل الأخضر والذي يضم أكثر من 250 غرفة وجناح فندقيا وحديقة مغامرات تمتد على مساحة أكثر من 8 ألاف متر مربع أطلقت سلطنة عمان برنامجا وطنيا للاقتصاد الرقمي تسعى من خلاله لبناء اقتصاد رقمي مستجيب لمتطلبات المستقبل التقينا مع الدكتور علي الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات والذي أكد على أن خطوات رقمنة بعض القطاعات سيشجع على الاستثمار ويحسن من بيات الأعمال أحب في البداية أشير أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء الموقر مؤخرا هو امتداد لاستراتيجيات الرقمنة في السلطنة هناك عدد من الاستراتيجيات التي وضعت في السلطنة للدفع بقطاع الرقمنة في السلطنة من ضمنها استراتيجية عمان الرقمية في 2003 والاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض في 2014 وأيضا كان هناك عمل حثيث لاستراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات في 2017 إذن بعد اعتماد برنامج الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان ما هي طموحاتكم لبناء وتطوير هذا القطاع حتى العام 2040 الهدف من هذا البرنامج هو تأسيس اقتصاد رقمي في السلطنة يرفع من مساهمة الناتج المحلي الإجمالي نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي يتم تقديرها اليوم في السلطنة بأنها أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي الطموح هو الصعود بهذه النسبة من 2% إلى 3% في 2025 إلى 5% في 2030 إلى 10% في 2040 بإذن الله تعالى هذه المؤشرات التي ذكرتها لا شك أنها مهمة جدا كيف تسعون للتطور فيها خلال السنوات القادمة هل هناك خطة تنفيذية حتى العام 2040 اليوم تحتل السلطنة المرتبة 50 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية والمؤمل الآن الانتقال من 50 إلى 40 في 2025 إلى 20 في 2030 إلى 10 في 2040 هناك خطة تصاعدية للرقي بمؤشر السلطنة في هذا المؤشر المهم جدا لقيس مدى جودة الحكومة الإلكترونية مؤشر آخر أيضا وارد في رؤية عمان 2040 هو مؤشر جاهزية الشبكات أيضا رؤية عمان 2040 وضعت الرقم أفضل 10 دول في 2040 في مؤشر جاهزية الشبكات وأفضل 20 دولة في 2030 اليوم ترتيب السلطنة هو 44 من أصل حوالي 170 دولة الطموح طبعا أنه في 2025 نكون من أفضل 40 دولة فرح تلاحظ أنه في كل المؤشرات عمان اليوم تعتبر من الدول المتوسطة إلى المتوسط المتقدم مقارنة باقي دول العالم في هذه المؤشرات والطموح دائما هو أفضل 20 دولة في 2030 وأفضل 10 دول في 2040 لا شك أن برنامج الاقتصاد الرقمي سيوفر فرص عديدة للقطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في قطاع الابتكار ما هي أهم هذه الفرص ربما أحد أهم البرامج التنفيذية وهو التركيز عليه في الخمس سنوات القادمة هو البرنامج التنفيذي للتحول الرقمي الحكومي لتحويل الحكومة رقميا وهذا المشروع أيضا تم اعتماده من مجلس الوزراء الموقر مؤخرا وهو برنامج طموح يوجد لديه مجموعة من المؤشرات الأداء من ضمنها رفع ترتيب السلطنة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وأتمتت العمليات الحكومية هذا البرنامج بالتحديد سيفتح فرص كثيرة للقطاع الخاص لأن هذا البرنامج مبني على التشارك مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه الأعمال التحول الرقمي الحكومي سيفتح المجال لإنشاء منصات لإنشاء بوابات لإنشاء نظم داخلية مركزية بين المؤسسات الحكومية المختلفة وبالتالي هناك فرص تقدر بمئات الملايين من الدولارات حقيقة في الخمس سنوات القادمة في هذا البرنامج ماذا عن الشركات العالمية المتخصصة في مراكز البيانات والخدمات السحابية وكذلك الأمن السبراني الذي تأسس بشكل جيد خلال السنوات الماضية في سلطنة عمان طبعا سلطنة عمان لديها ميزة تنافسية كبيرة في الكوابل البحرية السلطنة لديها عدد جيد جدا من الكوابل البحرية مقارنة بباقي الدول وهذه الكوابل البحرية مفيدة جدا هي الوعاء التي تحمل بيانات الانترنت فوجود هذه الكوابل البحرية تضع السلطنة في موقع استراتيجي لاستضافة مراكز البيانات وتقديم خدمات سحابية وهذا نقطة قوة للسلطنة نحن نسوق له كثيرا ونحاول نجلب مراكز البيانات العالمية أنها تكون موجودة في السلطنة والاستفادة من هذه الكوابل البحرية التي موجودة وأيضا تطويع بعض التشريعات والقوانين لتتناسب مع متطلبات المستثمرين ومراكز البيانات العالمية سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقعت العديد من الاتفاقيات خلال الأشهر القليلة الماضية في إطار تقنية المعلومات والاتصالات ما هي أهم المشاريع التي تعملون عليها وهل هناك شراكات أخرى مع دول خليجية طبعا السلطنة منفتحة على كل دول العالم وتود الاستفادة والإفادة مع كل دول العالم مع المملكة العربية السعودية بالتحديد مؤخرا كان هناك حراك نشط جدا بين المملكة وبين السلطنة في قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع لتصالات وتقنية المعلومات هناك عدد من الزيارات توجد بتوقيع مذكر التفاهم بين وزارة النقل لتصالات وتقنية المعلومات في السلطنة ممثل بقطاع لتصالات وتقنية المعلومات وبين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مذكر التفاهم هذه تشمل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات متعددة من ضمنها في التحول الرقمي الحكومي والاستفادة من أفضل تجارب في التحول الرقمي الحكومي بين البلدين من ضمنها فتح الأسواق للشركات التقنية الناشئة وترجمنا هذا الأمر مباشرة أثناء زيارتنا للمملكة العربية السعودية وأقمنا ملتقى تقني عماني سعودي كان في الملتقى التقني حضر 14 شركة من السلطنة وعدد مماثل من الشركات من السعودية ومباشرة تم توقيع اتفاقيات بين شركتين في عمان والسعودية كترجمة مباشرة وذات نفع تجاري للشركات التقنية العمانية فإذا فتح الأسواق بين الشركات التقنية العمانية والسعودية هي أحد بنود مذكرة التفاهم بند آخر من بنود مذكرة التفاهم بين السلطنة والمملكة العربية السعودية وهو مهم جدا هو الاستثمار في رأس المال البشري وفتح الفرص للتدريب والتأهيل بين الشباب بين البلدين ومباشرة ترجمنا هذا الأمر عبر تدشين المبادرة العمانية السعودية للمهارات الرقمية والمبادرة العمانية السعودية للمهارات الرقمية تستهدف ألف مستفيد في الأربع سنوات القادمة إن شاء الله في المهارات الرقمية في الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني في البرمجة وغيرها من المهارات الرقمية فاصل قصير ونعود إليكم في عين على عمان لنتابع شركات التامين تقود الشركات الأفضل أداء في بورصة مسقط لعام 2020 هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو الإعلان عن أفضل الشركات العمانية أداء للعام في بورصة مسقط من خلال مسح تجري مجلة عالم الاقتصاد بالتعاون مع أوبار كابيتل المجلة احتفلت بتوزيع جوائزها السنوية في دورتها الحادية عشرة فما هي الشركات الفائزة مسح سنوي تنفذه مجلة عالم الاقتصاد بالتعاون مع شركة أوبار كابيتل مستهدفا شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط لأفضل الشركات من حيث الأداء خلال العام المالي وجاء الإعلان عن أفضل خمس عشرة شركة قسمت إلى ثلاث فئات بناء على القيمة السوقية بنهاية عام 2020 مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات النمو والعائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين ومعدل الربح هذه الجوائز تفيد بشكل كبير لإنتاجية سوق مسقط وتحفيز هذه الشركات والمستثمرين بأن يتم تركيز على معظم هذه الشركات للاستثمار فيها يعني قد يكون هناك بعض الشركات التي ظهرت اليوم المستثمرين لم يستوعبوا جودتها مثل مطاحن عمانية مثل عمان للمرطبات لم تكن ظاهرة بالتداولات بشكل كبير ولكن هذه الجوائز تضعها في المراقبة وتعطيها قوة إضافية كبيرة للتداولات ويضيف كميات تداول كبيرة في سوق مسقط من خلال هذه وظهرت النتائج تقدم شركات التامين التي حسنت من أدائها في عام 2020 والذي يعود لتراجع المطالبات الصحية وحوادث المركبات نتيجة للإغلاقات المتكررة وبيّنت النتائج في فئة شركات راس المال المتوسط التي يتراوح راس مالها بين 25 و 75 مليون ريال تصدر العمانية المتحدة للتامين أولا تبعتها من ذات القطاع التامين الأهلية ثم الباطن للطاقة في الجزيرة للخدمات وأخيرا عمال للمرطبات الجائزة هذه طبعا جات من بداية 2018 التي هي بداية التحول من بنك صحار إلى صحار الدولي والهوية التجارية الجديدة وبمنظور أن نطلع من خارج النشاط المصرفي إلى بيوند بانكينغ خارج النطاق المصرفي وعلى أساس أن نكون شركة خدمية ليس بانكية فقط وتوصل للعالمية الهوية هذه أو الشركة هذه نريد أن تجيب العالمية إلى عمان وتطلع عمان إلى العالمية أما في فئة شركات راس المال المتوسط التي يتراوح راس مالها بين 25 و 75 مليون ريال فحلت العمانية المتحدة للتأمين أولا تبعتها من ذات القطاع التأمين الأهلية ثم الباطنة للطاقة فالجزيرة للخدمات وأخيرا عمان للمرطبات نحن شركة عمانية مساهمة عامة نسعى دائما ونطمح لتوفير خدماتنا وإنجازاتنا لخدمة عمان أول شيء ونحن لما نخدم عمان نخدم الوطن والمواطن فنحن فخورين بالإنجاز التي تقدمه الشركة في خدماتها وتوفير جميع المنتقات التأمينية لجميع المساهميها والجميع المواطنين داخل السلطنة نحن نساهم في خدماتنا مجتمعيا طبعا نفس الشيء في حالة الظروف التي تمر بها السلطنة من ناحية COVID-19 ومن ناحية نفس الشيء العاصير ومن ناحية الكوارث نحن دائما موجودين في كل المجالات نسعى دائما لتقديم خدماتنا للجميع سواء كانت خدمات اجتماعية أو خدمات تأمينية أما في فئة الشركات الصغيرة وهي التي تراوح رأس مالها بين 10 و 25 مليون ريال تقدمت شركة الظفار للتأمين ثم تبعتها المهل السيراميك ثم أسأم أنباور القابضة تلتها العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية وأخيرا مدينة مصقط للتحلية وشملت المسابقة تقديم جوائز خاصة للتنفيذيين ورواد الأعمال أكيد هذه الجائزة تعني لي كثير طبعا من بعد جهد دام ثلاث سنوات أو أكثر من تأسيس الشركة وصلنا لهذا المكان وصلنا لثقة العميل ولله الحمد قدرنا على أن نكون في المقدمة في هذا السوق الحمد لله طبعا رغم الظروف الاقتصادية اللي نحن مرينا فيها قدرنا أنه نثبت وبكل جدارة أنه نحن كشباب عمانيين قادرين على أنه نكون منافسين لشركات كبرى الحمد لله رب العالمين وتساهم هذه الجائزة التي انطلقت قبل نحو عشر سنوات في تسليط الضو على شركات عالية الأداء وجذب أنظار المستثمرين وحملة الأسهم في بورصة مصقط أنهت بورصة مصقط شهر نوفمبر على تراجع وتخلت عن المكاسب التي سجلتها مبكرا في بداية الشهر نتيجة لتأثر بالأسواق العالمية وظهور متحور فيروس كورونا الجديد المزيد مع محمد الرحبي رئيس إدارة الوصول في أوبار كابيتال شهدت بورصة مصقط ارتفاعا خل بداية الشهر متأثرة بارتفاع بعض الأسهم القيادية مثل بنك مصقط وعمانتل ولكن في السبوع الأخير شهد السوق انخفاض حاد متأثرا بالأسواق العالمية والتي شهدت انخفاضات حادة بسبب متحور مايكرون هذه الذبذبة في الأسواق العالمية أثرت سلبا على البورصة وعلى نفسية المستثمرين شهدنا تراجعات قوية خلال الأسبوع الأخير ما أدى إلى أغلاق السوق خلال الشهر بعوائد سلبية تقارب الاثنين في المئة هذه الانخفاضات كانت معظمها من القطاعات الثلاثة في السوق قطاع الصناعة وقطاع الخدمات وقطاع البنوك معظم التراجعات في حدود واحد إلى اثنين بالمئة من أهم الرابحين في شهر نوفمبر من هذه القطاعات وأهم الشركات التي أيضا حققت تداولات أعلى نعم فيما يخص الرابحين شهدنا ارتفاعات قوية على الأسهم ذات الرأس المال المتوسط والصغير من هذه الشركات مثلا شركة مواد البناء وشركة الكابلات حققت ارتفاعات قوية خلال هذا الشهر في المقابل في الانخفاضات معظمها كانت فيها شركات القطاع المصرفي وقطاع الخدمات التي تراجعت أسهم بقوة بالأخص بعد الأخبار السلبية عن متحور مايكرون أما فيما يخص أحقام التداول فبالفعل شهدنا تراجع في أحقام التداول خلال شهر نوفمبر هذا التراقع معظمه كان بسبب عدم وجود أخبار قد تؤثر على حركة الأسهم وكذلك نحن بانتظار على الميزانية العمومية للدولة خلال الشهر القادم شهر ديسمبر والذي بكل تأكيد سيكون له أثر إيقابي على البورصة ونحن في السبع الأول من شهر ديسمبر يعني ما هي التوقعات لإغلاق الربع الثالث من هذا العام بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة مصر نعم شهدنا نتائج قيدة خلال الربع الثالث للشركات وبالأخص قطاع البنوك من المتوقع أن نستمر هذا الإداء خلال الربع الرابع سنشهد من توقع أن نشهد نتائج إيقابية للبنوك وكذلك بعض قطاعات الخدمات مثل قطاع الاتصالات وقطاع الشركات الطاقة نتوقع أن تحقق نتائج إيقابية في المقابل أيضا هناك تحسن في النشاط الاقتصادي فبالتالي سنشهد نتائج إيقابية أيضا من شركات القطاع الصناعي سواء كانت القطاعات المرتبطة بأعمال البناء مثل شركات الأسمنت وشركات السيراميك سنتوقع أن تواصل تحقيق نتائج جيدة خلال العام هكذا مشاهدين وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من عين على عمان نلتقيكم في الأسبوع المقبل إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو ترجمة نانسي قنقر